كمليين معاكم فقراتنا وزي ما قلنا في المقدمة من أهم ما يشغل الشارع المصلي يعني شغلوا بشكل كبير جدا ولسه بيشغلوا بصراحة في الفترة الأخيرة هو أزمة البنزين والسولار فيه تساؤلات كتير جدا حول الأزمة لدرجة أن البعض تخيل أنه ممكن يبقى سيناريو افتعال الأزمات اللي بيحصل قبل أي حدث كبير في مصر وإحنا طبعا دخلين على كتاب الدستور جديد ولجنة أسيسية ومش هيكون فيه يعني أحداث أكبر من ذي هتحصل في مصر في الفترة الجاية بتصريحات وزارة البترول بتطلع متضربة إلى حد ما وبتطلع يعني يا بتنفي الأزمة يا بتقول دي نتيجة شيء مش بأديهم خلينا نهاردة نتكلم أكتر على الأزمة وإيه أسبابها مع دكتور إبراهيم زهران خبير الشؤون البترولية سواء خيه يا أبنى أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم يعني في البداية لازم نقول أن ما فيش جهة حكومية راضي تقول أن هي مسؤولة عن أزمة البنزين في مصر يعني يعني حدريك شايف الأزمة دي أصلا سببها إيه لا أنا أولا أنا أنا ما بضورش على جهة مسؤولة أو حد يقول أنا مسؤول أو لا أنا في قانون يعني أي واحد بيقعد على كرسي في الحكومة يعني بيقعد بيشتغل وفقا لقانون ما بيألفش وبالتالي فهو في عندي قانون عشرين لسنة 76 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول أي واحد حيقعد سواء في الهيئة أو في الوزارة بيبقى فيه قانون بيحكمه المادة تلاتة من القانون ده بتقول إيه؟ إن الهيئة المصرية العامة للبترول ملود بيها توفير كل احتياجات المواطن المصري والشخصيات الاعتبارية من المنتجات البترولية فأنا هنا مش محتاج إن أنا أدور على مين المسؤول ما المسؤول هو واضح في القانون فأنا مش محتاج إن أنا لسه هقالف مين اللي هم بقى في البترول قالوا التموين يساعدنا ماشي ده بيساعد مباحث التموين تشوف مش عارف إيه ماشي كل ده عوام المساعدة يعني أربع خمس جهات لكن في البداية وفي النهاية المسؤول قانوناً طبقاً للمادة ثلاثة من قانونة عشرين ستة وسبعين هو هاي بتقول فيش حد تاني طيب لما وزير البترول يقول الأزمة مش من عندي فعلاً بيتم يعني بيتم ضخ أكتر من معدل الاستهلاك ولكن بيتم تهريب البنزين يبقى الأزمة فين تهريب قد إيه وبعدين خلينا برضو نتكلم كلام واقعي أنا بستهلك حوالي خمسة ونص مليون طن في السنة بنتجة أربعة وبستورد واحد ونص والجزء اللي أنا بستورده هو جزء حاكم بمعنى إيه ده بنزين خمسة وتسعين أنا عندي معامل التكريم هو تهلكة مفيش وحدات ريفورمر اللي هي تعمل بنزين جديدة هي وحدات قديمة جداً وعلى وشك الانهيار يعني الجزء اللي اتعرق ماتعتش كان مفروض يبقى فيه وحدات جديدة لخش الخدمة مدخلتش مفيش استثمارات مفيش 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 وبالتالي فأنا هنا عندي منتج سيء ورديء للغاية ونص بشتري بنزين خمسة وتسعين اللي بستورده يعني أخلطه على النفطة اللي هي المادة الخام عشان أعمل تمانين وتسعين واثنين وتسعين لو اللي جاي مبارا دي ما جايش لا فيه تمانين ولا تسعين ولا تسعين ولا تسعين اه عندي عندي مادة خام بس ما قدرش عم بيا حاجة وبالتالي هنا لما قول ان انا البنزين موجود وبضخ بضخ ازاي ما انت مسان المركب ولو المركب ما جاتش كل حاجة وقفت بدليل ايه ان هم قالوا يوم الحد مبارح بدخلت المركب ولا حاجة جاي كده وقالوا انفراجة انفراجة ليه عشان المركب يبقى جاد او جاية في السكة اه ادي الانفراج طيب اه الازمة ليه هل هي ازمة طبيعية او اللي ازمة مفتعلة انا بقول ان هي ازمة مفتعلة ليه المفتاح بتاع الازمة او الكتالوج بتاع الحكومة بيقول لما يكون في مشكلة خد فلوس وروح اشتري الدكتور حازم ببلاوي قال ان وزير البترول بيروح لوزير المدية اول الشهر يقول له اديني ستمائة وخمسين مليون دولار اشتري المنتجات لو ما ادلوش ستمائة وخمسين ويفي تبدين لو ادلو تلتمائة بس ما ادلوش ستمائة وخمسين حيجيب نص حاجة ويقف وبالتالي هنا ما نقدرش نقول بقى ان هي ازمة طبيعية لا هي ازمة مفتعلة لان وزير المالية اللي دفع تلتمائة حيدفع بقية ستمائة وخمسين غزبا عنه لانه لا يمكن لوزير مالية ولا جنزوري ولا المشير يسمح بان البلد تقف والطف في مكان وما فيش بنزين ولا صلار ونقفل مش ممكن محدش هيقبالها ولا الدول الخارجية حتى تقبالها فاذا هي افتعال لازمة وحنحلها طب ليه نفتعل بالزبط احنا تعودنا في المشهد السياسي في مصر خيوط العنكبوت بتزيد تعقيدا كل ما اقرب من حدث مهم انتخابات مجلس شعب ازمة بنزينة انتخابات رئيسة ولجنة السياسية للدستور ازمة بنزينة وصولار وخد عليها بقى كمان الجماعة بتوقع الكورة والجماعة مش عارف بتوقع ايه وبعدين حنسحب السخم الجنزوري لا مش هنسحبها دخارة الشاطر نازل لا مش نازل كل دي مسائل عمال اشغل الناس لان فيه بجهز الملعب لحدث ما ممكن اول ابو الصلاة النهاردة فجأة يقولك بكرا استفتقى الدستور طب هو فين اكتب ازاي بتاعه محدش عام بكرا انتخاب رئيس الجمهورية برضو معرفش ازاي بكرا الحكمة بتاع بتوع طورة برضو معرفش انت حكم يعني موضوع كله ازاي نشغل بال الناس بس مفيش ازمة حقيقية مقدرش اقول ان فيه ازمة في الاستيراد او فيه ازمة مسلا في الدعم اللي بتحصل عليه انا 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 اه سمعت اه اه الصديق العزيز رئيس هيئة البترول بيقول ان الفلوس عنده يبقى مفيش مشكلة مدام الفلوس عنده ما عنديش مشكلة يبقى هي المسألة مسألة مركب داخلت مركب طلع طب ليه المركب اتاخرت او ليه المركب ما بتخشش على المستودع عشان اوزع على طول هنا بقى لكن انا اعتقد هي في البداية الشيك اتاخر والشيك اتاخر عشان اخلق ازمة عشان اشغل الناس ليه لان انا لو قلت هو بيقول لي بيقول لي انا لو انا اللي عامل الازمة داي انا استقيل وقعد في بيت لا باش مواندس هاني خليك قعد في مكتبك مش انت السبب السبب اعلى من كده يعني فيه حد ما تقلكش شيء هذه الفكرة يعني فهو طب ليه احنا ما بنسمعش تصريح صريح في حصل يعني الشيء الفلاني ان احنا بنتكلم في ازمة كبيرة جدا الشرع كله بيتأثر بيها احنا مش بنتكلم في حاجة في مجموعة صغيرة هي اللي ممكن تحس بيها وبالتالي مش لازم نطلع بتصريح هل احنا وصلنا لثقافة الاعتراف هل مصر فيها ثقافة الاعتراف اولا اي مسؤول عنده ختم نصر يبقى امتلك الحكمة والالهام وامتلك كل حاجة في الدنيا واللي ما معوش ختم النصر ده راجل ما بيفهمش حاجة وبالتالي فهو الناس اللي معها ختم النصر يعني موظفين الحكومة ما بيغلطوش ولو غلطوا ما يعترفوش فبعد شيء طبيعي احنا ثقافة احنا كده فهم يعملوا اللي على كيفه وهو ما فيش والمواطن ولا غلطات مش قلك الازمة ثقة يعني المواطن هو اللي مش فاهم احنا بنعرفش ناكب طب لو احنا يعني اخدنا في الاعتبار اخر تصريح وقلنا ان في مشكلة ما في التهريب انا عايز اعرف من حضرك برضو هو التهريب ده بدأ لسه بدأ من شهر او من شهرين من من ساعة ما بتدينا نحس بازمة البنزين في الشارع ولا كان في من زمان او على قبل الصورة كان بيهرب البنزين لا من سنين التهريب موجود ايه النسبة قد ايه بقى اللي بيتم يعني مسلا السودان لتر البنزين عندي بجنيه لما بيعدي ودي حلفة بيبقى بدولار فطبعا الراجل اللي بيشيل برميلين تلاتة البرميل في 200 لتر ممكن يكسب له كام الف جنيه في نقلة وبالتالي فهو التهريب موجود بس يمكن ايه بيزيد وينقص وفقا للظروف الامنية ليبيا لما كان الصورة شغالة كان فيه تهريب منتجات اللي هناك لان المحامل اللي هناك كوي فيه غزة نفس الحكاية فطبعا المراكب اللي في البحر اللي بياخدوا لهم سولر ويودون انا اعتقد ان تسريب المنتجات المدعمة لا يزيد عن 20 في المياه فالمفروض ان انا اركز في الجهات الامنية ان هي تصبط الشارع لانه غير معقول ان يطلع تريلا من السويس لغاية رفح وتعدي تريلا مش مش برميل ولا جيركن يعني وتعدي وترجع يعني التريلا دي وهي مش محدش شافها محدش خدني مرثة محدش قالدي رايحها فين ده فيه خط سير يعني وهو طالع من المستودع فيه عنده خط سير انا رايح فين وجاي منيه كل الدنيا دي سايباه ليه؟ انا بقول يا اما فساد مالي يا اما ارهاب ماسك مدفعه ويقولك اللي حيوقف حضرابه طيب ما هو هنا في الحالتين محتاج انضباط امني اكتر من كده شوية فيه على البوابة الالكترونية الجريدة تتفكر فيه تصريح لحضراتك واحتأكد من صحة التصريح قبل ما يعني قبل اي حاجة بس بيقول ان ازمة البنزين يعني ما هي الا تواطق حكومي بالتعاون مع مجزي راسخ ومنير سابت طبعا رجلين الاعمال المعروفين والمسؤولين عن استيراد السولار والبنزين وبعض قيادات من حزب الحرية والعدالة للتعتيم على الاستفتاء على الدستور ده تصريحة ده؟ اه طيب في دليل عليك؟ لا هي مش مسألة دليل هو طبعا الفلول كلها بلا استثناء مشاركة في الازمة يعني لما بقول بعض قيادات حزب الحرية والعدالة هو مشكل القيادات لان فيهم ناس اصحاب محطات بنزين اصحاب مستودعات اصحاب كذا اصحاب كذا ففي الفترة الحالية تضامنوا مع الفلول لضرب الحكومة يعني هو في الوقت الحالي مجلس الشعب والشورى زائد حزب الحرية والعدالة زائد زائد شهر العسل اللي بينهم وبين الجنزوري انتهى فعاوزين يصحابوا الثقة ما امكانش يبقى نحرجوا قدام الناس فوسيلة الاحراج ايه ان انا يعني ازعزع ثقته بالناس في سلعة رئيسية زي السولار والبنزين ده ده شيء مقصود يعني لكن انا اعتقد ان برضو كل ده مش هياثر في الدكتور الجنزوري وقاعد قاعد الازمة ده ممكن تستمر قد ايه من وقت ناصر حضرتك هي الازمة مستمرة يبقى لها اكتر من كذا سنة يعني هي ازمة طاقة فمرة بيبقى فيه البتجاز مش موجود يخلص البتجاز ايلاقي البنزين مش موجود يخلص ده ايلاقي السولار السولار خصوصا من الشهر الجاي موسم الحصار فالناس بتخزن فهو الازمة ازمة الطاقة مستمرة ما بتبطلش ولكن نوع المنتج هو اللي بتغير من فترة للتانية حسب البركب اللي جاي جات ولا موجود طب وقزمة السولار دي ملهاش حل يعني يمكن البنزين بتدينا نحس بيه قريب يعني مش مش مقدرش اقول من من زمان واحنا عندانا مشكلة بنزين بس السولار على طول في مشكلة سولار في المحافظات حتى لو مش موجودة في القاهرة وجيزة ما هو استهلاك السولار قصو ضخم جدا ده خمساشر مليون طن سنة حم وبالتالي اي عجز وانا بستورة حوالي التالتي يعني اي عجز يبان على طول في الشارع في المستوضعات في ادلي في ادلي وخصوصا ايه اه النهاردة الفلاح عشان موسم الحصاد جاي الشهر الجاي فبيخزن في براميل مش في جراكم في براميل وانا اعرف ناس مخزنين مئة براميل ومئة خمسين براميل فالاستهلاك العالي قوي ده اللي هو نتيجة الخوف من الازمة اللي لان هو المحصول بيجمع مرة احلى في السنة فهو لو وصل لجمع المحصول وملقاش السلار باز عليه رأس ماله فهو مضطر ما هو لازم يخزن دلوقتي فانا لازم ادري السيكولوجيات المستهلك وحاول اتفاعل معها احاول احلها له انها ما سيفش الناس واقول له مفيش ازمة ثقة ازمة ثقة ايه ما هو ما عندوش ثقة حلها انت بقى عشان البنزين والسلار يعني اكيد بيمر بمراحل كتير جدا لحد ما يوصل لمحطات البنزين بيمر حوالي بكم مرحلة وامتى ممكن يتم تهريبه ما هو في المستودع المستودع بيحط في عربية العربية بدل ما تطلع محطة بنزين بتطلع يعني همتكلم من البداية خلص من اول مرحلة بيتم التهريب ما هو لا اول البداية معامل تكريب معامل تكريب بيدي مستودع المستودع بيحط اضافات ومش عارف ايه ويبتدي يوزع للمحطات في حتة التوزيع هنا في النقل بتاع التوزيع ده هو اللي بيحصل فيه التسعيم وطبعا كان زمان كان زمان 2400 تريلا ملك مصر البترول وجماية تعاونية البترول وبالتالي كان ممكن نعمل عليهم كنترول كويس قوي دلوقتي دخلنا اخطاع خاص كتير سمعين في المية من اللاقنا اخطاع خاص فالكنترول عليه صعب يعني طبعا فيوقات الازمات بيبقى فيه تصريحات كتير جدا تساؤلات كتير جدا استنتاجات كتير جدا خصوصا ان ما فيش يعني ما ما بنشوفش ردود فعل سريعة من الحكومة ففي البعض بيقول ان لسه مازال في وزارة البترول فيه فساد اداري وفيه يعني ازمة في المكان ده لسه دحقيه هو بقايا الوزير السابق او الاسبق سامح فاهمين الرجالة بتقول هم مازالوا موجودين في كل الوزارة والهيئة والشركات الخفضة وبالتالي فهم يعني اذا كانت مصلحة طرق في حدث المية حيعملوا لان قلت دي هيئة دفاع عن رجال طرق نقول فساد اداري ولا نقول سوق ادارة انا اقول سوق ادارة موارد الدولة لان البترول والغاز من موارد الدولة فاي اهضار فيها يبقى سوق ادارة الموارد يعني انا دكتور دلوقتي بندور على حلول الازمة مش موجودة اه لا الازمة حلاها السهل اوي اللي هو شيك وروح السود يعني ولكن اه اذا كنت هعتمد على كده طول العمر يبقى الازمة دي حتتكرى كل اسبوع وكل يوم وهكذا يعني انا لازم اشوف ايه الاساس الاساس عندي معامل متهلكة عشر سنين ما اتخلش فيها مصموها لازم اعملها سيانة كلها اه معامل اتحرق منها اجزاء وما تجددتش لازم اجددها معامل محتاجة وحدات جديدة عشان اطلع منها منتج كويس مفيش حتى الخامات اللي انا بستوردها اللي هو زيت البترول او البترول الخام اللي بستورده انا بستورد انواع رضيئة جدا فالمنتج بتاعها مفيش فيه لبنزين ولا صدار كمية كويس من لازم استورد خام خفيف عشان اطلع منتجات اه كويسة كلام ده كله ليه الحلول السريعة مش اليومية يعني مش حاجة هتخلص النهار ده بس تخلص في ست عشر في سنة بعد كده في حلول طويلة الاجل دي بعدين يعني لسه الحد النهاردة ماكدراسخ ومنير ثابت هم المسؤولين عن استيراد البترول اكيد اكيد ومسؤولين عن توزيع الغاز شركات توزيع الغاز كلها ماكدراسخ او معظمها يعني برغم الاعتراضات اللي شفناها بعد الثورة على الاسمين دولة بالزيت اه الملاك الملاك للوحدات اللي متعاملة مع الجمهور اللي هي فيها مكتب اللي كانوا واخدينها الحبايب ما زالوا الحبايب مقودين ما تغيروش يعني كل دي ممكن تكون طبعا اسباب حقيقية وممكن تكون تفسيرات اللي بيحصل بس الراجل الشارع العادي ما يعني ما بيخصوش للأسف ايه السبب بيبقى عايز يشوف النتيجة النتيجة دي هتتحل امتى قول بعد كتابة الدستور مثلا ما هو انا اعتقد ان هو احنا منتظرين حدث ما يعدي وتنفرج الأزمة ما الاحداث بفترة جاية كتير يعني هننتهي من كتابة الدستور هندخل في انتخابات رياسة يعني عندنا حاجات بصراحة اكتر من اللزوم هو انا عاوز افهم منصور حسن انسحب ليه ومحمود الشريف انسحب ليه لان دول لو قالونا ليه يمكن تفسر لنا أزمة البنزين نفهم ايه الحكاية يعني انما هو في احداث بتاع صلت ما عرفش ليه يعني نطمن المواطنين ولا ما نطمنهمش لا احنا نطمن المواطنين ان البنزين والصولار والبوتجاز لو الشيك طلع هتوافر ما طلعش الشيك مفيش يا حاسم الدعم وانا اعتقد ان وزارة المالية او الحكومة وصفها عامة هتلم الشيك ومتطلع اوش لازم هتطلعش اللي هو الاستيراد يعني جزء المستورة هي اوجه صرف وزارة المالية مش بتكون يعني حسب الاساسيات يعني في مواد استهلاكية ليها اهمية اكتر بكتير جدا من مواد اخرى انا اعتقد فليه مش بينظروا ليها بشكل يعني الاهمية القصوى في الصرف من المالية الطاقة والامح بعد كده نفكر انا متكلم في الطاقة اوه انا بقول الطاقة والامح غير كده نفكر فيه هم فهو اه الطاقة يعني لما يتأخر الشيك يبقى فعلي فعلي يبقى الحكومة عاوزة تخلق ازمة لسبب ما هم دكتور ابراهيم زهران خبير الشؤون البترولية يعني بشكرك جدا وجودك معينا النهاردة الله يخديك شكرا بشكر حضرتك مشاهدينا معينا تقرير دلوقتي عن مسايا شعرية للشاعر احمد تايمور حنشوفها ونركع نكمل فاكراتنا في نهارك سعيد